السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل امبارح اجتماع تابع فيه مصرعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية ووجه سيادته بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة لتنويع مصادر امدادات الطاقة اللي بتعتمد عليها عملية التنمية في مصر مما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الانتاج لتوليد الكهرباء اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بتعاون والشاركة مع الخبرات الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنوع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتبد عليها عملية التنمية في مصر بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء كما استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب أضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرجة الزمنية لأعمال الكهرباء بالمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة فضلاً عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية خاصة فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعي كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة مبارح كمان نتلقى سيادة رئيس الاتصال من أرسولا فوندرلين رئيسة المفاوضية الأوروبية تناول الاتصال عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وكمان تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية التعامل مع التدعيات العالمية للأزمة الأوكرانية قوات المسلحة احتفلت بختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري واللي عقد بهيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة في جهاز الملحقين الحربيين وشارك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة وزوجتهم وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل وتنمية القدرات العلمية والعملية للضباط دلوقتي هنتابع مع حضراتك تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت إنبارح واللي من ضمنها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الجهود المبزولة للتعامل مع المشكلات اللي بتواجه عدد من المستثمرين السياحيين المتعسرين في شرم الشيخ وكمان في اجتماع تاني لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام أخبار كتيرة حصلت إنبارح منها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لفرانس تاميرمانز النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء لبنائشة عدد من ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء وخلال اللقاء أشهد الدكتور مدبولي بمستوى التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي كمان عقد رئيس الوزراء اجتماع إمبارح لمتابعة الجهود المبزولة للتعامل مع المشكلات اللي بتواجه عدد من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ وقال رئيس الوزراء إن الهدف من الاجتماع الوصول لحلول فورية لأي معوقات تواجه مشروعات المستثمرين في قطاع الفنادق إمبارح كمان تم عقد اجتماع اللجنة الوزرية العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وده في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريدة الحج هذا العام وإعلانها حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريدة كمان إمبارح الحكومة نفت الأخبار اللي تم تدولها بخصوص تأجيل امتحانات الفصل الدراسي التاني في الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن الشائعات دي غير صحيحة ولم يصدر أي قرار بتأجيل امتحانات الترم التاني في الجامعات والامتحانات هتكون في موعدها المقرر خلال شهر يونيو اللي جاي وفقاً لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها اشتركوا في القناة